المتابعي ومتابعة القناة شوف تيفيه مرحبا بكم انا بدن البدن مباشر وهنا من مدينة سافيه لأعود إليكم مرة أخرى بتفاصيل متعة بلف قليط ستسمعوا تفاصيل ديالها ومع المدينة بعنوانا ستقولوا حسب الله ونعم الوكيل ولا حول من قوتي إلا بالله ونعم العظيم كيفاش أنا مجموعة ديال الأشخاص مجموعة ديال الناس اللي عندهم مدارة صفر يالهم ومكان الاجتماعي ديالهم قد خوليهم أنهم يكونوا مصدر تلكم مجموعة ديال المرضى يقولوا المؤتمنين والأمين يخصوكوا الأمين يتحول الله واحد قصة جبكية تبوريشة وانا كنت أسمع النظر ديالها السيدة اللي ستسمعوا معنى التفاصيل ديالها جبكية تبوريشة والتداعيات ديالها إلى يومنا هذا نزل كينا غالحالة اللي ستسمعوا التصريحات ديالها عندها الأسرة ديالها والزوج والأبناء ديالها فطاعت أنها لا تبينش الوجه ديالها وقت تكتفي أنها تصرد علينا القيصة كيف مصردتها لي قبل قليل وخلي الله تكلموا لكم الحميكي بورش كيفاش أن العقل الباشري أنه قبل يدخل على راسه وعلى جسمه وعلى رزقه وعلى أولاده وعلى عائده وعلى مصيره وعلى مستقباله العلاق سبحانه وعلى أحد درجة كبيرة من الحرام الحرام أن إنسان تكون مريضة والداوات فقط من أجل استغلالتها لعوضات المالية هذه رسالة توجه نياب العامة بالخصوص من أجل فتح المطالبات ومتحقيق وتفتح تحقيق من أجل كشف ملابسات هذه القضية رسالة الضمان الاجتماعي أنها تفتح تحقيق بخصوص الدعاءات هذه السيدة التي ستسمعونها في التفاصيل أن يتم تلاعب بأموال الصناديق التي هي مخصصة لدعم المرضى والمراض الفعليا ومشي تم النصب بحالات أنهم ممرض ويستفدوا من تعويضات الصحة في المغرب من خطير جداً خاصة جميع الجهات المسؤولة التي ستسمعون أنها تفتح التحقيق مع هذه الناس لأن هذه الدعاءات تنظر الصح فنحن أمام جريمة أخلاقية جريمة بعيدة للبعدة لجميع النعود والأساة الإنسانية السلام عليكم الوليدة وعليكم السلام ورحمة الله قرب عندك الميكو بسم الله قرب عندك الميكو قرب عندك الميكو قرب عندك الميكو أمام جريمة أمام جريمة أنا شخصتهم قرب عندك الميكو أمام جريمة قرب عندك الميكو وعليكم قرب عندك الميكو أمام جريمة فعلي ديامو انت اشتركوا في القناة السلام عليكم بيدا انا سيدة كنت عادية يعني بخير او خير حتى جاني نازيف مدت 15 يوم مني شف دك نازيف يعني ماشي عادي توجهت الوحد لنصحكي نفق اسفي خاصة بالعيالة بالنسا مني مشيت اه رقيت واحد دكتور تم مايا دوز لي داليالا فيزيت شك بان عندي شي حاجة سرطان او غشك صافي قل يغترجع عندي باش اندي الكوحة تحليلة غنصيفتها مراكش تحلل باش نتأكد وجدت يراجع عندي اليوم الثاني دالي لديك تحليلة ظلت نهر كلا وانا من بنجا دالي يديك تحليلة قطع طرف من الوالدة صيفتها تحليلات مني جا ما غتجع لها مدت شى 25 يوم وانا تنعاني في النازيف وانا مريضة وانا مهدودة صحتي غادي غادي في النزول النهار جاءت تحليلة عيطلية مشيت عندو مني مشيت عندو وقال يلي الله عندك سرطان جاءت تحليلة الظكرة عندك سرطان عرف عندي سرطان في الرحيم كيف في شهر تلقتها في شهر تلقتها في شهر تلقتها ما نقول لكم ش كيف كانت الحالة تعطيه الصدمة ديالي الان ولا ولادي ولا راجلي وحط صدمة كبيرة بقى لحد الان كان عاني من تلقت دعية دياله هتما صعيب شناتنادي مكو مصححته وبولداتي ومنكد أول ما سمعت ان المرض ما فكرتش في ذلك المرض فكرت في ولادي في ولداتي ومالك فكرت فيه ولكن الحمد لله صافي داليا قال لي يا خصك سكان يا خصك هاي دكت تحليل كيفاش دوك التحليل ودك شي اللي صايفت اللي درت غير نعاوني فيهم غير الناس والجيران داليا العملية صايفتها مني صافي داليا العملية دكت تحليل صايفتها مشات المراكش ما غا جيتني على مدة 25 يوم مني جات تحليلها جات انني الحمد لله لحقش انا مشيت بكري مشيت عني بكري ما دكت المرض باقي ما تفشش فيه باقي ما منتاشرش قال لي يا اللي على اسلامتك ارا ما غد ما تحتاجه لأشيعة ولا شيمي ارا ما غد ما تحتاجه لأشيعة ولا شيمي ارا غد كنترول كل طلت شهر صافي خرجت فرحانة نمشي للتال الولادي راجلي نجحات العملية نجحات العملية نجحات العملية جات التحليل بانني يا سيدة يعني ذاك السرطان استأصل حي الوالدة ما بقعش ولكن خاصني كنترول تبقى مدد خمس سنين تبقى غير مراقبة كل طلشهر تبقى مراقبة عند عن الدكتور اختصاصي في السرطان صافي دالي العملية هو الدكتوري دالي العملية هو اللي صيفتني عند واحد دكتورة في جديدة اختصاصي في مرضى السرطان في جديدة مشيت عندها اكتب لي يا برا مشيت عندها مني مشيت عندها نهاركت غادي غادي فرحانة غادي على اساس غادي على التغذية شنو غا ناكل شنو غا القطاع ولكن اللي بداني عندها واحد سيد تهوانيت في جمعية ديال سرطان وفي نفس فقط هو جاري 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 وهو في جمعية ديال سرطان جاري عارف دروفي عارف دروفي عارف دروفي عارف عارف مادية ضعيفة ماني داني عندها تكلف لي ياهو اللي داني بترستبور كل شيء ماني مشيت عندها دخلت مني دخلت عندها داتي لغا فيزيت دوزتي قلبتني يتقول لي ياوش عندك لصينساس يتقول لي ياوش قاتير اخصك اشياء داخلية وخارجية انا في كل اللحظة قاتير اخصك قديري ضروري من اشياء داخلية وخارجية ما نوصف لكمش حالتي كيفش وليت لا تأكد لي ياوش قادلت اردت مارضي 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 قادرت عن عملية اهجت اعني مالد لا تطيعون مالد كانت انك بنعمل اخصك كنتنظر قلت لي اتأكد لي اخذك اشعة داخلية و اشعة خارجية لا تستطيع ان اقول قدام طبيب هي اتعرف حسن مني انا قلت لي اخذك اشعة داخلية اشعة داخلية اشعة خارجية اشعة خارجية اشعة خارجية اشعة مراكش قلت لي انا قلت له مني اشعة ها ندوم بوجّن اشعة داخلية من هنا اشعة داخلية لكن هنا اصبابي لاردها انها يضعون في مراكش صفي reviewers اصبح themed سراجة اعبليها لي اتأكد لي او اردن شخصا مع الحصوص سوف نعمر عليهم بحاجة تطلق و تمر بحاجة أشياء الداخلية سوف نعطيها لك سوف نتلقى معك في المصحة في كازا و يدون الأشياء الداخلية سوف نتلقى في كازا و يدونها في مراكش سوف نتلقى في المصحة في السراء مرغبية سوف نتلقى فى هذه المتابعة سوف نتلقى و ترقى من خلال فرق سوف نتلقى فى المحصة سوف نتلقى من خلال فرق صنوة 20 الفرق المترجم الان اعرفون ان اخلصوا لكم من الناس يعرفون ان ان الله لعالم بظروفنا والحمد والله لما تقول انه شهد دينه مني غير واحد سيدة عند جمعي سرطان قالوا يا رسيلي عنده ربو ما تحاومك لقد أحضرت جميعها قالت ايلا انا أتكلم لك بالبيت في كازا على الطبيبة مني ما عنديش فلوس صيفتوني شي ناس كيعرفوا واحد جمعي ديات صارتان في اسفي شيت عندهم هيجى الجمعية ليكتاد المعلومين لا جمعي اخرى مني وجيت عندهم كتموا بتيرى دوروا فيها كين وكين ورا ني خلصي ندير واحد الاشيعة سيدي السيد اللي تعاونت معي. أعطيتني ذلك الفرق. أعطيته من عندها. ومشيته. سيدي السيد اللي في جمعية صارتها أخرى. هو اللي تكلف بها في ترونسبور. هو اللي يداني عندك. يعرف هو الدكتور. هو اللي يداني الجديدة عندها. وهو اللي يداني الكاسة. وفي قمعة يحتد بذلك الأشعة. مشينا مع ذلك السوطة الصباح الجوجو نصف الليل اللي رجعنا. ولكن مني مشيت. تكارفصت بالزيف. غير في باش غادي يجهزوني ويجدوني ذلك الأشعة. معاناة تعاني الدكتور. كأنني ماشي داخل صباح. بحالة داخل عند شي. شي ناس بحالة إرهابيين. تكارفصت. من ناحية كيف ايدي رجلية تكارفصت تكارفصت. بقى الحد أن كان عاني من الورك ديالي مفصل لي. دارني ويجعني. وبقى كان عاني من كتافي. يعني مرت. نفسانيا وجسمانيا. ومني در تلك الأشعة وجيت. وانا حالتي اللور اللور بقى الحد الآن. نفسي. وانا حالتي. ولكن هذه الأشعة التي تقريبت مني دارني دائت هذه الأشعة. وهي معمر على ثلاثة الحصاص. أعتقد قد أثير من قبل أنه مدد توقف بمجزوعة تاريخه مريد أو سولة متأكد ويقول هذا الشيء الذي أova الطرق ولكن من حصلت عن كطير الحصاص فتذلك حصلت من قبل أخرى كطير الحصاص للشبال سنادت حصصة لقد كنت تقليل الأشياء ودولت أشياء فقالوا بأثير قلت لهم قلت لها خطير تلك الدكتورة ملتقى لها ثلاثة فما فتشتراها، قلت لها ثلاثة فستسويح فقال لها خطير تشتراها فقال لها قلت لها ثلاثة فتشتراها فتشتراها لقد قلت لهم يدروا ليك غجوج مني هي كدوا لي يا صافي انما عندي ما نقول هي حصل مني دكتوراه هي غت عرف حصل مني. انا كان بقى مريضا. مني صافي درتك الحصة اللولا الحصة التانية كملتا بعدك شي تسعود ونصد على الليل. صافي من الحصة دستاني لتكرفيس تحيدوا لي يدك لاباراي حلوا لي من ايديا من صماطي تكرفست من تسعود صبح حتى وانا على واحد الشياريو باياس مكتفيني بالصماطي من تحرك حتى تشد علي ضهري مني بغي ينوضوني ضهري ما قدرتش النوض بي. صافي ما قدرتش ما قدرتش الموت شفتها الموت شفتها داك النار الموت شفتها بعينية. وولدي معايا تايب كي جوج دموع من العين وانا تنقي. كان قولي بغي قاعدوني شوية يقول يلا لقاعدناك دي كلاباراي غتخرج غنعاودو تاني نعاودو لك دي كلاباراي. كملت من ذلك الحيصاص خرجت خرجنا في الليل شي جوجو ونص كنا هنا في قاس في. اعاود رجعني دك سيدي في الجمعية راشاهد على كل شي. في جمعية السرطان رجعني جابني من الحيصاص جيت شي على في العافية جيت مكرف صم ربي العالم بحالي. مني جيت لدار وأنا مريضة جيت لقيتني تراجي أولادي مدويتو ما كلمتم بتغنس. مني جيت لدار من تمة وأنا مريضة. قمت بتغنية سيدي كلاباراي. 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 هل لم أقوم بمعرفة تأخذتها؟ لا أقوم بمعرفة سأخذها تماسة سأخذتها كم تماسة فأنت معي وقال لأعطني ذلك النمرة وقال لأعطني لأعطني السيدة التي مكلفتها في المؤسسة لأن لا يريد أن يكون صوت مصحب سرطان في المراكش فأنت أصلت إلى أن أصدقاء وقال لدي أشياء خارجية مع هل لم يكن هناك وليس أخذها لماذا لا يريد أن تأخذها لكنني وصلت إلى أن أصدقاء صفتها في المثال فأنت إعطيه إلى الدكتور لأنه يسعر و قلت له صفتتها في الأمور وقال أصدقاء أصدقاء أن أختي وقال لأدد أن أصدقاء قلت له اشياء داخلية ولا خارجية. بحلقة. قلت لي انا بغيت باش نزيد نتأكد نضي صيفة الضوصي ديالك لأطيب بخوريل في الدار بيضاء وفي الرباط اكدوا لي نفسك لانبيلا هاد المريضة ما محتاج لاش اشياء داخلية ولا خارجية ولكن محتاجة سيدة كنترول. اغطيب قدر كنترول لمدة خمس سنين. سيدة بذلك لا احتاج لاشياء خارجية ولا خمس سيدة. قالت ان شراء ما بتطاقل رأسك. اختي ان تقولوا ان الدكتورة مصافة ليتصانير فيها صيفة الضوصي اعيانية وصفات سيدة تطاقل علي تصويرك لي اجدني أشياء الخارجية لأنه مستطيب صافة لي. عندك حق أخير. لقد أخذتها تجاهدها و بعدها أخير. لقد أخذتها اللحظة لتجاهدها. لقد أخذتها الصحاب الأشياء . كنت أخذتها صافي و أخذتها. سافي ، انا سافي ، كنت أخذتها و ما نعرفت أنه أني كان مريضة بسرطان أو ما الذي أعرف عنه. اذا استطاعت مدار الأناس. وانا ا liturg ان الدكتور ارتدي تركيه اشياء الخارج الداخليه. لكن لا احتاجه. احتاجه كلام ويجعله القطار كلام لتفقه. لديه ونحضر تناول لده على سرطان ايضا 5 سنين. لست احتاجة لها اشياء داخلية ايضا. انا تتعرفها لا تيفعلها. سافي ما بقيتش انا مشيت دردك سكانر لصيف تطلية اجدرت مشيت المراكش سولت على شي شي كلينيك يكون فيه شي دكتور شي بروفيسور يكون زيادة على السرطان ويتمشي نقلب على راسي مشيت المراكش سولت ماشي ناس غفل محطة تما قولي يغا تمشي لكلينيك فلان فلاني غا تشعب البروفيسور فلان فلاني راه هو هادك غا يقوليك اهلا لا صافي شفدي الطاكسي مشيت لهذا كلينيك دخلت من دخلت عند الدكتور قلت لسيدي انا جاي عندك عندي عندي ما نقول لك راه هاكين و هاكين و هاكين و هاكين و وقع لي وقع لي وقع لي وقع لي وانا بودك تعطيني الكلام لاخر واشي انا محتاج الاشي عن ما محتاجه ايش وتقولي ياشنو ندير الدكتور من دخلت عنده الله جزيبه خير الله رحمني الوالدين مني شاف مني شاف قالي نشوف لك بعد الدوسي ديالك شاف الدوسي ديالي كامل قالي لا لا محتاجه لأدي شي عادية خلية ولا خارجية ايش دار هو الدكتور نضع عيط الدكتور اللي حلل اللي دالية تحليل الوالدة اللي صيفت لي الدكتور اللي دالية العملية عيط لي قليه وحس سيدة هاكين و هكين و هكين و هكين و هكين و تقول لي الحالة ديالة بو التقرع الحالة ديالة قال لي هالسيدة عراني صيف التقرر ديالا الدكتور ديالي دالية العملية بعنا السيدة قليه جات بكري نستراطن بقي مانتاشر شفيا يعني كان في الوالدة حييد من الوالده دارت لي هذه الأشياء ودكتور مني عيطلي قلي لها السيدة قلي هالحالة ديالي قلي عندها تبقى عندها قلي غير كونترول كل تلشهر ان السيدة قلي جات جات عندها سرطان مرحلة اه ومن نوع ومن نوع قليه اللي اه ماشي انت اذكر فهمتي قال لي صافي هذك الدكتور حتي ليفون قال لي صافي صباحك بروك هاد شي قليل بتنعرف منك قال لي انا محتاج انتي الاشيعة داخلية وخارجية قلت لي وده برييا رعاتني وحس كانت ارغم شن ديرو انا هنا فو حاج كلينيك هنا في مراكش واشن ديرو قال لي اه دكتور قال لي اه ما بريش شغديري انت دابلي قليك من قديش مع مع تكيويرو طبيب لذلك العملية اه المخضر لذلك تحالي من مونا بس بويدة مشى لما بعد اشتباتي طبيب ديال الاقامة قال لي والطب ولا سيفة تبصيدنا لذلك الاقامة قال لي قال لي لو انت ما تقتيش معادي ما تقتيش معادي ما تقتيش معادي ما تقتيش معادي وعاود درجاء تأكد معادي انت تحاليل اذا عندك على الاقل انه واحد دستات الناس اللي قمت له وعاود جيت هبط الاسفي مشي تاني عدو حد دكتور اختصاصي في السرطان نفي اسفي الله عمر لي الضار حتى هو اكل لي نفس كلام قال لي لا ما خاصق انت لأشي عداخلية ولا خارجية وانا دابا ومنت مو انا مريضة انا مهدودة نفسيا ومعنويا وكل شي انا مريضة لحد الان دا كلي انا مريضة انا بنت انعرف هاد الدكتورة علاش وكنت اصل بها مكتجوبنيش والحد الان مكتجوبنيش وعمرا ما قتزي التليفون وعادة اني قلت من المرشة علاج الي انا مسبوع انا ما اماز سيدة والكامرينتها علاش و انا ما قلت احبه انا ما قلت اعرف هاد الدكتورة انا ما احتاجها هاد الدكتورة ما انا احتاجها انا ما اترك رغم عن دماء مدرت لها. أهدتني في صحتي. وخلقتني مشاكل حتى مع ظروفنا نفسية كاملة دار كاملة ما تبقى شيئاتك. أنا اللي غنقول هي حسبي الله ونعمل واكيد. كان حتى فرحة وليديتي وفرحت أنا. ديك الفرحة طفاتها. أنا أتأكد من الطبيب اللي يشتري في مراكج وانا أتأكد من الدكتور اللي في آسفي بأنني محتاجه. أريد أن أعرف هذا الشيء الذي أقلمني. لماذا أعطي هذه الأشياء؟ وأنا لم أحتاجه. أنت ما عندك؟ لا عندك فلوس. لا عندك فلوس. لا عندك فلوس. لا عندك فلوس. لأنه سيدي من هنا. حسبي الله ونعمل واكيد. حسبي الله ونعمل واكيد. حسبي الله ونعمل واكيد فيها. أشيء الذي سنقول. لا أخير أمسيبنا وأمتبعنا. كرام الله. السلطات المختصة. أن تفتح تحقيق هذه الخطئة. هذه الخطئة جدا. أنتدلت على شيء. تدل على نقوص الخطر في هذا القطاع. وبالضبط ما بجموعة دي الناس لبين قوسين مع فلاشة شنو نعطوهم دسمية ديارهم ولا شنو قدرون وصفهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلا رحمنا متابعين ومتبعاتنا الكرام تشكركم على المتابعة دياركم دمتوا في رائحة الله وحفظين لبت القادمة إن شاء الله شكرا